تحت رعاية جلالة الملك المفدى دشنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والوقاف مسابقة البحرين العالمية لتلاوة القرآن الكريم عبر الإنترنت القارئ العالمي لتسجل المملكة سبقا عالميا في مجال المسابقات القرآنية الدولية والذي بدأت نسخته الأولى عام 2014 ما يؤكد دورها الريادي الذي تحظى به في خدمة القرآن الكريم وإظهار العناية الفائقة به وتشجيع الناشئة والشباب على الإقبال على تلاوة القرآن الكريم وترتيله دون أن يضطر إمام هذا المسجد الكائن بأحد أحياء مدينة الرباط إلى مغادرة مكانه استطاع أحمد محمد الخالدي أن يحصل على بضاقة المرور إلى المرحلة النهائية من النسخة الثانية من مصابقة القارئ العالمية التي تنظمها مملكة البحرين والتي خولت الحصول على المرتبة الأولى في تجويد القرآن بعد الدورة الأولى التي فاز فيها الأخ حمزة كذلك من المغرب فالدورة الثانية كانت فيها عدة متسابقين فالحمد لله اقترحوا علي هذه المشاركة فشاركت والحمد لله ويصر الله هذه المرتبة الأولى بالرغم من ضعف نظره الشديد استطاع هذا الشاب التسجيل في المصابقة عبر الأنترنت بمساعدة رواد المسجد الذين ألحوا عليه للمشاركة بالنظر لبرعته في تلاوة كتاب الله ورغبتهم في أن يستمتع المسلمون بتلاوته التي جلبت وتجلب كل يوم عشرات المصلين لهذا المسجد يوم نطوي السماء كطعي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق وعيد يتمتع بقراءته كل يوم بما حابه الله من صوت ومن إتقان ومن عدة مواهب الحمد لله سير خالدي استطاع باش أنه يجعل مسجد الأندلس لؤلؤة في مدينة رباط يقصده الناس من خارج مدينة رباط هذه المصابقة المباركة التي وظف القيمون عليها في مملكة البحرين الوسائل الثقنية الحديثة لإتاحة الفرصة لكل إنسان يود المشاركة في تلاوة كتاب الله أينما كان محل تواجده على هذه الأرض شجعت الآلاف القراء على المشاركة من كل بقاع العالم بالنظر لتحقيقها لسيت ومصداقية بين جمهور القراء في وقت وجيز فوز القراء المغاربة في نسختين متتاليتين من جائزة القارئ العالمي أعطت صدا أكبر لهذه الجائزة هنا بالمغرب مما سيشجع المئات بل ربما الآلاف من القراء للمشاركة في النسخ القادمة من الجائزة خديجة الفلاحي لتلفزيون مملكة البحرين الرباط شكرا